أكد الوزير سامح شكري وزير خارجية رئيس مؤتمر كوب 27 أن قادة العالم بدلوا جهودا كبيرة في إطار مواجهة قضايا التغير المناخي والتكيف وخلال كلمة له ضمن فعليات الكوب أضاف شكري أنها مختلف الدول الملتزمة ولديها الإرادة القوية لمواجهة التغير المناخي من خلال تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الأمم المتحدة والدورة التي تلعبه لمكافحة أطار المناخي والأمين العام هو تكسيد هذا العمل السيد الأمين العام وفريق رئاسة كوب 27 وهيئة UNFCCC يستمرون في مناقشتهم وتم إحراز المزيد من التقدم ويتضح لنا أنه في هذه المرحلة المتقدمة من عملية كوب 27 لا يذال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها بين الأطراف في السابع والثامن مئة نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة أطار المناخي والتكيف مع تأثيراته وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة بتلك القضية وقدمت تعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة المناخ وهذه الالتزامات تحتاج أن يتم تنفيذها وبالأمس واليوم كنت أحضر المشاورات بين الأطراف المختلفة واشتركت في المناقشات المباشرة مع الأطراف المختلفة واشتركوا في القناة